اشتركوا في القناة لما تحدثنا عن مكافحة الشعوب للدولة العبيدية الشيعية الشعب المغربي الشعب المصري الشعب الشامي في أرض الحجاز ذكرنا حركات المعارضة التي دلت على أن الشعوب لم تكن راضية عن وجود الدولة العبيدية والفكر الشيعي المنحرف بعض يتساءل أين دور العلماء وأين دور الأزهر في مكافحة هذا المنهج المنحرف وأن هذا المنهج يوجد في ديار المسلمين في الحقيقة لا يغفى على أحد ما تمثله مصر من ثقل في العالمين العربي والإسلامي ثقل سياسي وثقل ديني ولا يغفى على أحد ما يمثله الأزهر الشريف في قلوب المسلمين له ثقل وله مكانة في العالمين العربي والإسلامي أيضا ولذلك لعب الأزهر الشريف ولعب علماء الأزهر الشريف دورا رائدا في مكافحة التشيع وفي مكافحة هذا الفكر المنحرف وإن كان هذا لم يكن طبعا في عصر الدولة العبيدية لأننا ذكرنا الذين أقاموا ببناء وتشييد الجامع الأزهر الدولة العبيدية الفاطمية ثم جاء صلاح الدين وأغلق الأزهر واستمر الإغلاق لمدة مئة عام ثم جاء بعد ذلك الظاهر بيبرس وأعاد فتح الأزهر ليكون منارة لنشر المذاهم السنية الفقهية في ربوع العالم الإسلامي لكن في فترة من الفترات علماء الأزهر الشريف كان لهم الدور الكبير في مكافحة الفكر الشيعي حاول الشيعة من حين لآخر أن يقوموا بإقناع بعض علماء الأزهر بمسألة التقريب أن يكون فيه تقريب بين أهل السنة وبين الشيعة وفعلا بعض علماء الأزهر الأفاضل ربما خدعوا بكلام الشيعة وقاطعوا أشواطا في مسألة التقريب بين السنة والشيعة هذه وسيلة والوسيلة الأخرى الشيعة يكذبون على علماء الأزهر أحيانا ممكن عن طريق التضليل ممكن عن طريق الافتراء والكذب لأن الشيعة لهم سوابق في الغدر والخيانة والكذب والتضليل نذكر مثالا على هذا ما حدث مع شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله تعالى الشيخ سليم البشري الشيخ سليم في فترة من الفترات تولى مشيخة الأزهر وصدر كتاب للشيعة صدر كتاب للشيعة اسمه كتاب المراجعات كتاب المراجعات طار به الشيعة فرحا في العالم كتاب المراجعات مليء بالأحاديث الموضوعة مليء بالأحاديث الضعيفة مليء بالكذب والافتراءات كذبوا فيها على النبي عليه الصلاة والسلام وكذبوا فيها على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكذبوا فيها على الشيخ سليم البشري رحمه الله رحمة واسعة طب إيه اللي حصل مع الشيخ سليم البشري عشان نعرف كيف يعني الشيعة يحاولون أن ينشروا مذهبهم بالكذب والافتراء والتضليل والتزوير صدر كتاب المراجعات وادعى مؤلف هذا الكتاب هو رجل يعرف بعبد الحسين الموسوي عبد الحسين الموسوي ده الذي ألف كتاب المراجعات هو بيقول أن فيه مرسلات خطية تمت بينه وبين شيخ الأزهر سليم البشري وقال فيه 56 رسالة موجودين عندي بخط شيخ الأزهر بيعتمد المذهب السني بيعتمد المذهب الشيعي ويقول أن المذهب الشيعي هو الحق وبيقول أنه عنده 56 رسالة خطية بقلم وبخط شيخ الأزهر سليم البشري رحمه الله تعالى طبعا شيخ سليم تولى 1899 مشاخة الأزهر تولى 1899 مشاخة الأزهر وتوفي رحمه الله تعالى سنة 1916 صدر كتاب المراجعات وادعى أن كل اللي موجود في الكتاب ده بموافقة شيخ الأزهر سليم البشري رحمه الله تعالى طبعا هذا كذب يعني هذا كذب وتضليل الأدلة على كذب الشيعة في نسب هذه الرسائل المدعاة إلى شيخ سليم البشري رحمه الله تعالى أن الكتاب لم يوثق بصورة خطية لم ينشر صورة واحدة خطية بخط شيخ الأزهر سليم البشري رحمه الله تعالى لم يتم نشر الكتاب في حياة سليم البشري رحمه الله تعالى يعني الشيخ سليم هو عايش لم ينشر الكتاب وما الكتاب المراجعات متى نشر؟ نشر بعد وفاة الشيخ بعشرين سنة الشيعة نشروا كتاب المراجعات اللي بيقول إن الشيخ سليم البشري موافق على الفكر وعلى المنهج الشيعي وإن ده أفضل من المنهج السني وهذا هو الحق ده تنشر بعد وفاة الشيخ سليم البشري بعشرين سنة تلاتة المقربون من شيخ الأزهر رحمه الله تعالى سليم البشري نافوا هذه المرسلات قالوا ما كانتش فيه مرسلات ولا عملنا سمعنا ولا شيخ قال لنا في يوم الأيام إن فيه مرسلات بينه وبين الشيعة بل قام بعض علماء الأزهر وألفوا كتبا بعد ذلك للرد على كتاب المراجعات ده اللي حصل مع الشيخ سليم البشري وده الكذب والتزوير الذي فعله الشيعة مع شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله تعالى كذلك ربما يخدعون البعض وهذا حدث مع الشيخ محمود شلتود شيخ الأزهر رحمه الله تعالى رحمة واسعة خدعوه والشيخ يعني رحمه الله تعالى ربما كان معذورا في هذا لأنه ما كانش فيه وسائل اتصالات وما كانش فيه انترنت ولم يطلع على حقيقة يعني هذا المنهج الملحرف النهاردة سهل جدا تدخل عن نت وتشوف الشيعة يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسبون عائشة رضي الله عنها يقولون أن علي هو أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام وأنه هو الولي لله تعالى في الأرض تقدر تجيب لكن أيام الشيخ شلتود رحمه الله تعالى كان صعب جدا جدا لكن للأسف في النهاية الشيخ شلتود أصدر فتوى سنة 1959 اعتمد فيها التعبد بالمذهب الجعفري لكن الشيخ كان معذور في هذا كما ذكرنا لكن هذا من تضليل الشيعة لشيخ الأزهر رحمه الله تعالى لكن لعب بعد ذلك علماء الأزهر دورا رائدا في إصدار الفتاوى المتتالية التي تحذر من المنهج الشيعي على سبيل المثال فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى هذا أصدر فتوى شديدة لهجة في حق هؤلاء وأثبت فيها أن هذا المنهج من المناهج المنحرفة في العالم الإسلام قال الشيخ حسنين محمد مخلوف ما نصه الشيعة الإمامية يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نص نصا جليا على إمامة علي رضي الله عنه وأنه هو وصي ويطعنون في سائل الصحابة وخاصة الشيخين أبي بكر بن عمر رضي الله عنهما في النهاية الشيخ حسنين محمد مخلوف أصدر فتوى تمنع من التعبد بهذا المذهب وأبطل هذا المذهب وأكد على انحراف مذهب الشيعة كذلك عندنا فضيلة الشيخ عطية صاقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا له فتوى أيضا في هذا الأمر طبعا وقت الحلقة لا يسمح بقراءة الفتاوى لكن أنا بقول لحضرتك عن أسماء العلماء بعض أسماء العلماء الذين كافحوا هذا الفكر من الأزهر الشريف كذلك الشيخ محمد عرفة الشيخ محمد عرفة عدوهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف كانت له فتوى أيضا تبطل المنهج الشيعي كذلك الدكتور صابر طعيمة اللي هو أستاذ مقارنة الأديان في الجامع الأزهر وفي الأزهر الشريف أيضا تحدث في كتاب الأصول العقادية للإمامية عن عقائد الشيعة وأكد على أن هذا المنهج هو منهج منحرف وباطل ويتعارض مع أصول الدين الإسلامي كذلك الدكتور عبد المنعم النبر اللي هو عدو مجمع البحوث الإسلامية أصدر فتوى فيها مكافحة لهذا المنهج وأكد على أن هذا المنهج منهج باطل لا يتسم ولا يتناسق أبدا مع الأصول ومع المنهج الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك الدكتور مصطفى الشكعة برضو عدو مجمع البحوث الإسلامية أصدر نفس الفتوى عشرات العلماء من الأزهر الشريف أصدروا فتاوى وأكدوا على أن منهج الشيعة هو منهج باطل الأزهر كان ليه دور كبير جدا 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 في مكافحة المنهج الذي تركته الدولة الفاطمية وبفضل الله تبارك وتعالى إلى يومنا هذا نحن بفضل الله نتمتع بممانعة مجتمعية ضد هذا يعني المنهج المنحرف هذا يعني ملخص سريع جدا لدور الأزهر الشريف في مكافحة الفكر الشيعي مشاهدين الكرام دمتم في أمان الله ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة